للمزيد حول تداعيات وقعة القبض على عناصر من ميليشيا حزب الله والجدل الدائر حول إطلاق سراحهم بعد تطويق الخزع لعناصر ميليشيات المقرات الحكومية وكذلك دخول أمريكا على الخط ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الأستاذ عبدالوهاب القصاب أستاذ عبدالوهاب مرحبا بك بداية تداعيات الأحداث منذ أمس لم تهدأ بعد أن قامت خصوصا بعض القوات الحكومية باعتقال عناصر من ميليشيا حزب الله اليوم تقرير أمريكي يقول إن الميليشيات الموالية لإيران زادت من أنشطتها العنيفة المزعزعة للاستقرار يعني ما المتوقع من أمريكا ما المتوقع من الولايات المتحدة حيال أنشطت تلك الميليشيات في العراق أهلا وسهلا يعني في واقع الحال أنه جهة اتخاذ القرار في الولايات المتحدة وفي واقع الحال هذا القرار السبق هو أن يتقذ منذ فترة يعني منذ المجابهة السابقة خول رئيس الولايات المتحدة ترامب وزير دفاعه باتخاذ الإجراءات اللازمة عندما تتهدد مصالح الولايات المتحدة في هذه المنطقة من العالم وكانت تهديدات الخزعة للمبطنة يوم الأمس واضحة هناك بين المستهدف هو المصالح الأمريكية والمؤسسات الأمريكية في العراق ولذلك لنا السبعد أن يكون هناك جهد أمريكي حيوي سيسلم مع قوات حكومة الممالكي في لجم أو كبح جماع هذه الميليشيات أما إلى أي درجة فهذا ما علينا أن ننتظر ونرى الحقائق الواضحة حتى الآن أن هناك ثمة معتقدين قيل أن عدده عشر وعشر وأن هناك يبدو أن هناك عناصر إيرانية مع أولاد المعتقدين ولذلك فأعتقد أن الصفيحة ساخن الآن ودعنا نرى أظم الذي ستأتي به الأيام طيب أستاذ عبدالوغاب من أهداف الحوار الأمريكي مع الكاظمي حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على الميليشيات كيف تتوقع أن تقيم ربما أمريكا أداء الكاظمي بعد إظهار الميليشيات نفوذها أمس بإخراج عناصرها من قبضة القوات الحكومية يعني الجهة الحكومية حتى الآن صرحت بأنه لم يطلق سراح أي شخص من هؤلاء الأشخاص الميليشيات تدعي بأنها استطاعت أن تطلق سراحهم أو تحررهم تصريحات الكاظمي بيّن بأن هناك قضاء يحققون مع هؤلاء الناس الوضع حقيقة مرتبس لكن الذي طفع على السطح حتى الآن بأن هناك مجابهة عقيقية بين مصطفى الكاظمي من جهة وميليشيات إيران من جهة أخرى الوضع واضح هناك تهديد واضح للكاظمي من هذه الميليشيات وأن الكاظمي كذلك يحاول أن يجمع قواته أو القوات التي يثق بها يعتمد على معلومات تأتيه من الجانب الأمريكي من جهة أخرى قام بإصدار مجموعة من القرارات لتعيين أشخاص يثق بهم في قيادة بعض المؤسسات الأمنية ولذلك فإن الكتاب قد فتح الآن كتاب المجابهة بين مصطفى الكاظمي من جهة وميليشيات وذي الإيران من جهة أخرى كما قلت لك الصفيح ساخن الآن وأن المجابهة ماضية وهي حاسمة إذا سطاع الكاظمي أن يثبت وجوده فيها ويكبح جماع ميليشيات حزب الله العراق التي استهدفت المصالح الأمريكية في الأيام والأشهر السابقة أظن بأنه سيتمكن عند ذلك من التحول إلى الحلقة الثانية أما خلاف ذلك فإن الدولة العراقية ستسقط بيد هذه الميليشيات وسيسوء الوضع أكثر طيب أستاذ عبدالوخاب كيف تنظر إلى العامل الإيراني في ضوء هذه المرحلة وهذه التطورات العامل الإيراني واضح العامل الإيراني ليس بعيدا ما أقرأه أنا أن هناك خطة انقلابية تقوم بها الأجهات الإيرانية لصالح الميليشيات كانت هناك زيارات في الفترة الأخيرة قاءاني بزارة العراق فهمتوا أنه دخل العراق بناء على طالب الكاظمي بتأشير الدخول للمرة الأولى دأب هؤلاء الناس أن يدخلون العراق كما يتنقلون داخل إيران نفسها وأن هناك شقاقا حقيقيا في وسط القوى الشيعية دعنا نقول هكذا والوضع مرشح للمجابهة فيما بينها في هذه المرحلة إذا كان أستاذ عبدالوهاب إذا كان من يطلق الصواريخ على المصالح الأجنبية في العراق طرفا ثالثا ممولا من المخابرات الأمريكية والصوهونية والسعودية وغيرها وفق روايات الميليشيات الإيرانية إذن لما كل هذه الضجة ومحاصرة المنطقة الخضراء وتهديد الحكومة من يقول أن هذه الصواريخ تمولها جهات أخرى غير إيران الجهة الوحيدة التي تدفع حقيقة هذه الميليشيات لاستهداف مصالح الولايات المتحدة بهذا فاضح أن إيران قد اختنقت الآن وتريد فرجة من الأمل لكي تتفاوض مع جهة القرار في الولايات المتحدة للتخفيف عنها وقد اتخذت من أرض العراق ساحة لتمرير مخططها القبيض هذا الجهة الوحيدة التي تقف وراء استهداف المصالح الأمريكية في العراق هي ذيول إيران والميليشيات الإيرانية بدفع وبأوامر من الحرص الدوري الإيراني طيب أستاذ عبدالوهاب زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي هدد بالفوضى ردا على اعتقال عناصر ميليشيا حزب الله وطبعا خلال هذه المرحلة إلى أي مدى تعتقد أن هذه المواجهة التي تتوقعها أو ذكرتها ربما تكون أو تقود إلى طرق أعنف تتطلب ربما تدخلا أمريكيا حقيقة هذه هي الحلقة الأخيرة من السيناريو أو المشهد الذي يمكن أن نرسمه أنه تتدخل قوى الولايات المتحدة بشكل مباشر لدعم حقيقة وليس لدعم قوات مصطفى الكاظمي التي هي في وقع الحال جهاز مكافحة الإخاب بشكل رئيسي وجهاز المخابرات بين قوسين الوطن العراقي من جهة أخرى ستقدم له الدعم الجوي ستقدم له الدعم اللوجستي ستقدم له المعلومات المطلوبة قيس الخزعلي بتصريحاته أمس قد كشف نفسه وكشف المخططات ولن يتمكن من التراجع أظن أنه إذا نجح مصطفى الكاظمي في الصفحة الأولى التي نفذها أمس فسنتكون الصفحة الثانية هي استهداف عصائب قيس الخزعلي نشكرك شكرا جزيلا زميلا مركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الأستاذ عبدالوهاب القصاب كنت معنا عبر سكايف من واشنطن شكرا لك